لأول مرة في كاركوك يقام مهرجان الطبيعة السنوي في أجواء لم تخل من الفلكلور العربي والكردي والتركماني رقصات شعبية تدل على التنوع القومي الرسالة الأسمى تهدف إلى بث روح التعايش السلمي بين المكونات كافة نقطة الأساسية اللي احنا ركزنا عليه هو البيت الكردي والبيت العربي والبيت التركماني التعايش في هذه المهرجان وهو هذا الذي الكاركوك الحقيقي نريد نوصل هذه الفكرة للأجيال القادمة بحيث أنتوا يا طلبتنا الأعزاء أنتوا يا أطفالنا الأحباء في هذا كاركوك هذا هو كاركوك التعايش فاحسبوا حسابكم كاركوك بيت الطيافية الأربعة وبمكوناتها الأربعة اللي موجودة من الكرد والعرب والتركماني والكرد والآشور والنسيحين يعني فعاليات ونشاطات أخرى أضيفت في المهرجان سيخصص ريعها لمستشفى الأورام السرطانية في خطوة إنسانية غايتها توفير مستلزمات علاجية للراقدين في مركز الأورام هذا المهرجان بالدرجة الأولى هو لبيان مدى التعايش السلمي في كاركوك بين القوميات التركمانية والكردية والعربية والدليل على هذا التعايش السلمي أنه تم تقديم البيت العربي الذي هو جزء من البداوة والبيت الكردي والفلكلور التركماني وأهم فقرة من هذا المهرجان هو دعم مرضى السرطان والأيتام بالنسبة للمهرجان هو مرضى داعم لطبعاً مستشفى أمراض السرطان وكذلك الأيتام أيضاً يخص الأيتام وبالنسبة لهذه الفعالية تمثل البادية والبادية هو هذه المثلة العرب وطبعاً تنحدر من قبيلتين عرقتين جداً التي هي تغلب وكذلك ربيعة وطبعاً تنحدر إلى أيضاً طي وكذلك الفدعان وبقية العشارة التي موجودة في الوطن العربي جميعاً نعم طبعاً إن شاء الله نوصل صورة جميلة بالنسبة لهذا المنتجع وهذا المهرجان الجميل جداً يخص كل الأطياب في أجواء ربيعية كهذه لا يمكنك تفويت جولة في هذه العربة بالمناسبة هذه هي المرة الأولى التي أستقلها لقناة الفلوجة عبدالله العامري كاركوك